أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد التام لاستقبال فترة عيد الفطر المبارك من خلال تفعيل غرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات بالإضافة إلى تكثيف جهود توفير مختلف أنواع السلعي في الأسواق جاء ذلك خلال ترأس مدبولي لاجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة عدد من الملفات والقضايا بحضور وزير التنمية المحلية كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود مواجهة التعديات على أراضي أملاك الدولة وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار متابعة غرف العمليات الدائمة بالمحافظة فيما يخص أي حالات تعد على أراضي الدولة استغلالا لفترة الأجازات والأعياد خاصة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية